نموذجنا المضيء التالي هو الدكتور عبد الرحمن أيمن والدكتور عبد الرحمن أيمن صاحب تجربة تستحق أن تحكى دكتور كيف جاءتك فكرة إديوكيتلي التي أصبحت الآن بالملايين ما شاء الله اللهم لا حسد وكيف وصلت للنجاح رغم صعوبة هذا الزمان يا دكتور عبد الرحمن أنا عايز أبدأ الأول بأن أنا أشكرك وأشكر سيادة الرئيس والسادة الحضور وبعتذر أني مش هكون ببلغتك في اللغة العربية ولا عندي كمية الأرقام اللي كانت عند دكتور مصطفى مدبولي في الجلسة اللي قبلها قبل ما أتكلم عن إديوكيتلي كمنصة أنا عايز أتكلم عن قطاع ريادة الأعمال إيه هي أصلا ريادة الأعمال؟ يعني إيه رائد أعمال؟ الناس كتير جدا بتسألني ريادة الأعمال هي قطاع بيقدر عن طريق الشباب إن هم يخلقوا منتج أو خدمة فيها تكنولوجيا بتساهل حياة الناس الموضوع بسيط الجزئية الثانية اللي ناس كتير ما تعرفوش إن ده كطاع بنموه من 40% ل 50% في السنة ممكن يدخل لمصر أكتر من 8 مليار دولار بحلول سنة 2030 هذا رقم كبير جدا رقم ضخم والكطاع ده أصلا دلوقتي بيكبر 85% أنا عارف إن ده أرقام كبيرة شكرا يا فن نرجع بقى إلى إديوكيتلي إديوكيتلي هي منصة إلكترونية عالمية عليها أكتر من 2 مليون طالب اتبنت من وسط البلد في القاهرة المنصة دي بيقدر عن طليقها الطالب إن هم يبحثوا ويقدموا على جامعات في مختلف الدول هدفنا الرئيسي وإحنا أصلا بنفكر في الفكرة كان إن إحنا نفسنا إن مصر تتحول إلى مقصد واجهة بيجي لها طلبة من جميع أنحاء العالم وده بيتوافق مع توجه كبير جدا موجود دلوقتي إحنا أصلا كنا كده ده دور مصر التاريخي لو فكرنا فيه إزاي إحنا كشباب نقدر نبتكر ونبدع ونعيد اكتشاف هذا الدور التاريخي إحنا في خلال سنتين كل الكلام ده يعني إحنا بدأنا في وقت الكورونا في 2020 بدأنا بالبحث والتخطيط والتحدث مع شباب مختلفين عشان نحاول نفهم منهم هي إيه مشاكلهم ونحاول نبني منتج أو خدمة من هذا المنطلق سنة 2021 بدأنا في المنصة ومن 2021 لدلوقتي زي ما قلت أكتر من 2 مليون طالب من أكتر من 80 دولة في العالم بيستعملهم منصة وقدرنا نجمع استثمارات بسبب النمو السريع ده 200 مليون طالب 2 مليون طالب 2 مليون طالب اعتبرها نبوءة حسنة من أخوك محمد شكرا شكرا أستاذ محمد وقدرنا نجمع استثمارات بأكتر من 2 مليون دولار بسبب ده ومش استثمارات مصرية دي استثمارات خارجية استثمارات من دول أوروبية ومن أمريكا الشمالية ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين الشباب مصر ان هو يفكر ازاي ممكن يتحول لفاعل مش مفعول به في الجملة مايبقاش منتظر فرص لكن يتحول ان يبقى عنده القدرة على خلق الفرص والتعليم جزء اساسي لا يتجذأ من هذا لو بصينا عليها كمعدلة اخيرا وليس اخيرا عشان انا مش عايز اطور عليكم رحلة ريابة الاعمال عشان حضراتك كنت بتسألني هي رحلة صعبة مش رحلة سهلة انا شاب مصري كنت في ثنوية عامة خريج جامعة القاهرة زي شباب كتير قوي ممكن اي حد يكون واقف مكاني هنا بس محتاج يكون فيه مثبرة وطموح كافي وقدرة على ان انا اتخطى وابقى فاهم ان مجموعة الصعوبات والتحديات كبيرة جدا احنا كان عندنا الفرصة وحصل لنا الشرف ان احنا كان عندنا مؤسسات تقدر تساعدنا زي انطلاق اللي ديتنا فرصة ان احنا ناخد المنتج والخدمة بتاعتنا من انها تبقى مجرد هنا للعالمية بس ده بيديني درس مهم جدا ان تضافر المجهودات هو انا عارف ان ممكن تكون لغة الحوار مختلفة شوية احنا بنتكلم تكنولوجيا بنبدي امليكيشنز ممكن تكون لغة مختلفة شوية لكن تضافر المجهودات ما بين كل الاطراف المنوط بهم تحقيق هذا الهدف مهم جدا عبد الرحمن كرايد اعمال فريق اللي عمل مع عبد الرحمن وعبد الرحمن مش لوحده معه شركاء برضه ومعه فريق عمل وجميع الجهات المختلفة اللي ممكن عن طريقها نقدر ان احنا نوصل الخدمة دي لأكبر قدر ممكن عشان نقدر نحقق اهدفنا واخيرا انا هاختم بكلمة بسيطة جدا انا عارف ان الشباب كتير عندهم احلام وطموحات وانعارف ان ساعات دي بتبقى اهم حاجة في حياتنا لكن انا بقول لكم اللي اهم من الاحلام والطموحات هو الفعل لان من الفعل يبدأ التغيير وعن طريق التغيير احنا كشباب نقدر ان احنا نخلق التمكين شكرا جزيلا ما شاء الله عليك دكتور حضرتك كمان لسه قدامك دقيقة ونص فانا هسألك سؤال وأظن انه مهم جدا انت مليء بالحماس ولديك هذا التدفق وهذه الافكار كيف استطعت ان تعدي بها العدوى الحميدة فريق عملك نبدأ من جزئيتين الجزئية الاولى هي ان الحاجة اللي الواحد يقرر ان هو يشتغل عليها يكون فعلا عنده شغف لها انا عايز اعمل ده انا شايف المشكلة دي انا لمست المشكلة دي وعايز اغيرها وكنت بقول له استاذ عهود قبل كده انا كنت متطوع لمدة عشر سنين وده ممكن يكون خلق جوايا حتة قدرت بعد كده ان انا اطورها في ريادة الاعمالة دي الجزئية الاولى الجزئية التانية هي ان الواحد يبقى فاهم ان هو مش بيشتغل في عباء لوحده او في صندوق لوحده احنا كلنا نشتغل مع بعض يعني انا اول ما ذكرت قلت ان من اسس نجاح اي فكرة هي فريق العمل فريق العمل والشركة بتوعي ده شيء مهم جدا فخد الشريك قبل الطريق فكر انت عايز تعمل ايه ولاقي ناس تشاركهم ولاقي ناس تشتغل معاهم وتتكلم معاهم يكون عندهم نفس الهدف نفس لغة الحوار واستخدم ده في ان انت تنجح انا شاكر جدا يا دكتور شاكر جدا يا ريتني اصغر سنا كنت جعلتك مثلي الاعلى ربنا خليك بالله